الحمد لله رب العالمين صلاته والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل إن شاء الله في القراءة من كتاب شرح الوصول الثلاثة للعلامة بن عثيمين رحمه الله وكنا قد توقفنا في الإيمان بالقدر وذكرنا فيه ما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله من فوائد الإيمان بالقدر قال الشيخ رحمه الله وقد ضل في القدر طائفتان إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة والثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة أو إرادة ومشيئة فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه قال الله تعالى أي إلى العبد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فأثبت الله سبحانه وتعالى الإرادة للناس منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الآية وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد فهذا فيه رد على الذين يقولون إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء وبينما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه ولهذا جاء في الشريعة التفريق بين نظر الفجاء أو الفجاء وبين أن ينظر الإنسان إلى الحرام مختارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صرف وجه الفضل قال فإنما لك الأولى وليست لك الثانية قال والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء لأنهم يقولون إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في أثر قال فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فبيّن الله سبحانه وتعالى أنه لو شاء مشيئة كونية وأراد لهم أن لا يقتتلوا لم اقتتلوا وهذا يدل على أن العبد تابع في عمله لمشيئة الله عز وجل وقدرته وقال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته ولذلك العلماء كانوا يسمون القدرية بمجوس الأمة القدرية يسمونهم بمجوس الأمة وذكروا في ذلك أحاديث وآثار المرتبة الثالثة الإحسان وهو ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه قال الشياء ابن الثيمين رحمه الله الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة لأنها مفروضة ومعلوم أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل بدليل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ولا يتم إسلام المرء إلا بها وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالات إلى آخر هذا ثم الصدقة على المساكين وغيرهم ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا وأما بذل معروف في الجاه فهو أن الناس مراتب منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاه يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له هذا أيضا من الإحسان وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات المجالس العامة والخاصة حتى لو كان في مجلس قهوة فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في مجلس جعلت تعظهم وتتحدث إليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكثر لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ومن يتكلم وهذا ينبغي على الدعاة أن يراعوه وهو أن يراعي الإنسان أحوال الناس وبيّن ذلك ابن عباس لبعض تلامذته كما في البخاري قال كلم الناس كل جمعة أو كل أسبوع مرة قال فإن أبيت فمرتين فإن أبيت فثلاث ولا تزد وجاء ذلك في حديث ابن مسعود أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن لو كلمتنا أو حدثتنا كل يوم فقال أما إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا وكذلك بيّن ابن عباس ألا يجد الناس في حديث من أحاديثهم من أحاديثهم أو في أمر من أمورهم فيقطع عليهم حديثهم فيملوه ويقوموا عنه ويكون الإنسان سبب لنفرة الناس عن دين الله سبحانه وتعالى والواجب على الإنسان أن يتحرى من الأوقات وأن يتحرى من الأحوال ما يكون فيه الإنسان السامع مهيئا لأن يتلقى هذا الكلام وهذا من البصيرة التي ذكرها الشيخ بن عثيمين في القول المفيد قال وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدق فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك فكل ذلك من الإحسان هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله بيأخوان نشوف الإسلام ما ترك أمرا من الأمور إلا وأمر فيه بالكمال إلا وأمر فيه بالكمال يعني هذا أيضا من الصدقات أن يعين الإنسان إنسانا أن يحمل شيئا على دابته هذا من الصدقات وهذا مطلوب الإحسان في كل شيء مطلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدى حدكم شفرة وليرح ذبيحة وهذا كله من حقوق الإسلام وهذا كله مما يزيد أواصر المحبة ولذلك رغب إليها الإسلام وفي كل ما ما يقوي هذه الأواصر أواصر الأخوة والمحبة وأن يلينا المسلمون بعضهم لبعض هذا كله مما دعا وحض إليه الإسلام وهذه ينبغي أن تكون أخلاق المسلمين عامة وخاصة أهل المنهج الحق من السلفيين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يلينا بعضهم إلى بعض وأن يحسن بعضهم ببعض الظن لأنه لأن لأن هذه كلها من الأمور التي تعين على طاعة الله سبحانه وتعالى وتعين الناس على أن يبلغوا المنهج الحق وأن يرى الناس ذلك فيهم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يرفع أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم كلاماً في أحد أي من أمور الدنيا ومن الأمور الخاصة التي لا تضر في الدين قال فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أصحابه من أعظم الأمرات التي يجب حرب وذي محرمة بالنصوص الشريعة يعني النصوص التي جاد في باحة الغيبة هذه جاد في معينين أو في في أناس حملوا صفات معينة من الدعوة إلى الفصق أو الدعوة إلى البدعة أو كان الإنسان محتاجاً إلى نصرة من قاضي أو غيره متظلماً إلى غيره لكن الإنسان يقع في أعراض السلفين في أعراض الدعاة ويثير الشحناء بين الناس ويجعل ذلك ديدنه ويحاول أن يعني يميل القلوب وينافرها عن بعضها البعض هذا ليس من أخلاق الإحسان وليس من الأخلاق التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب على كل إنسان أن يحسن الظن في أخيه لذلك نحن نعرف بعض العوام نعرفهم إنه لو في واحد قال له فلان قال لك حاجة أو فلان قال فيك حاجة طوالب بيرفع التلفون يقول له يجيب رغم فلان أو لو عنده يتصل عليه أيوة فلان ده قال فيك كده وكده داك إن ما يتخارج تعارفوا زول كذاب أو أن يتبين وجه شنو وجه خطئي ويصلح الخطأ وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم أما التحريش والتهويش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين الديكة والكلاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى إنه في جماعة بحرشوا الديكة مع بعض مش في ناس جماعة جماعة بحرشوا الديكة النبي صلى الله عليه وسلم نهى تقوي أواصر الأخوة حصن الظن يا أخليك من الأخلاق السيدي زمان السلف قالوا الواحد لو كان دار يشين ويعيب أخوه بيسأل حاجته من غيره يعني مثلا أنا جاري فلان أنا لو عندي حاجة أقوم أسأل الزلطاني معنى أنا عندي مشكلة مع الزلطة لو دار يعيبه وكما جاء في كتابة التبصر لابن الجوزي أن أحد السلف من آل البيت قال أن يدخل أحدكم يده في كم أخيه يعني بتدخل بخط القرش بتسيله تمش طوالي قال لا قال إذن لستم بإخوان إخواننا الأخلاق دي أنحنا بنفقدها في ناس عطاء مجرمين وضلال في إمتى الأخلاق دي قد تلقى بعض مرات عندهم تلقى بيدخل يده بيشيل السفة والسفة دي طبعا عزيزة جدا إن هؤلاء الضلال والمساكين فبيشيل السفة وبخط السفة كويس وهذه تعتبر من الكرم عندهم نحن مش أولى بالسفة نحن أولى بجنو أولى بالكرم وأولى بأن يكون بيننا هذا التراحم ولذلك جاءت الآثار كما نقل ذلك الإمام الذهبي في البداية والنهاية في سير علامة النبلة وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم أن الصحابة رضي الله عنهم ولعل الألباني نقل هذا الأثر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ يعني يعني زي ما بيقول أن إحنا يهازروا بيناتهم المزاح بالحق وباللين قال فإذا جاءت الحرب كانوا هم الرجال ودي أخواننا من المعاني اللي إحنا ينبغي أن تكون فينا وهذه نؤكد عليها ها ومن أسوأ الأخلاق التي سمعناها من بعض من يبدع النووي غيره غيره وغيرهم أنه لو كان صاحبك وبعد ذلك أنت فتركت معه في مسألة من مسائل المسائل المنهجية والمسائل العلمية أنه يمشي يقول لك يقول لك فلان ده أنا قبل كده أديت قروش ودي أخواننا من أسوأ الأخلاق أنا لو اختلفت مع أزول أديت قروش أقوم أقول لك فلان ده أديت قروش ها دي أخلاق بتاع الفئة قول لك فلان ده ما عارف جاني دائر كده وفلان ده أديت أربع جيرجيرات أنت ما كان تديو حاجة كثيرة عشان تقدر تمو النبع دي من أمنتك مع الرجال فدي أخواننا هذه الأخلاق مرفوضة ها النبي صلى الله عليه وسلم منع على كثير من الناس أو أعطى كثير من الناس وما كان يمون عليهم عليه الصلاة والسلام ولذلك هذا من الإحسان قال وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق عبادة طلب وشوق وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها أي الذي يحمله على ذلك أنه يطلبها أن الإنسان اللي بيكون دائر حاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هماني لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا ولذلك لما سئل الإمام البخاري رحمه الله عن دواء الحفظ قال لو كان للحفظ دواء لغلبنا عليه الملوك أنه كان بيشتروه قال ولكن لا أعلم شيئا مثل نهمة الرجل وحرصه على الحديث يعني كده أنت تشوف لما تكون حريص على مسألة من المسائل أنت سوف تجيد هذه المسألة وتحفظ هذه المسألة وتتعلم أسرع وأتقن من غيرها من المسائل وهذا مشاهد معلوم قال والشوق وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها لأنه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأنك تراه هذه عبادة الطلب والشوق قال فإنه يراك وهذه عبادة الهرب والخوف ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وهذا أعلى وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو الذي يراك فتعبده عبادة خائف منه هارب من عذابه وعقابه وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى وعبادة الله عز وجل هي كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركناني فالعبادة مبنية على هذين الأمرين غاية الحب وغاية الذل ففي الحب الطلب وفي الذل الخوف والهرب فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا متحا عند الناس وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا الكل عنده سواء وهو محسن العبادة على كل حال بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته وأن تكون عبادته مع ربه سرا إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام مثل أن يكون رجلا مدبوعا يقتدى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وكما جاء في حديث حمران عن عثمان بن عفار رضي الله عنه في صفة الوضوء المعروفة وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملائه وقرنائه وأصحابه ففي هذا خير وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء لهذا يثني الله عز وجل على الذين يفقون أموالهم سرا وعلانيا فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسره وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه والمؤمن ينظر ما هو الأصلح كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل والدليل من السنة وذكر حديث جبريل الطويل هذا هو الدليل من السنة قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذا هو الأصل الثالث قال وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا ورسولا نبأ بإقرأ وأرسله بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر أي الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة ثم شرع الشيخ يبين معاني الهجرة طيب قال الشيخ بن عثيمين من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ بن عثيمين قال تتضمن خمسة أمور الأول معرفته نسبا فهو أشرف الناس نسبا فهو هاشمي قرشي عربي فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخر ما قال الشيخ رحمه الله ومصداق ذلك أيضا ما جاء في قصة هرقل مع أبي سفيان حديث في البخاري رواه ابن عباس عن أبي سفيان أن هرقل سأل أبا سفيان عن أمور من أول هذه الأمور قال كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال وكذلك الرسل قال وسألتك عن نسبه فقلت فقلت هو فيكم ذو نسب أو ذو حسب قال وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومه فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه وتعالى من أشرف القبائل ومن أشرف البطون عليه الصلاة والسلام الثاني معرفة سنه ومكان ولادته ومهاجره وقد بيّنها الشيخ بقوله ولد من وله من العمر ثلاث وستون سنة وبلده مكة وهاجر إلى المدينة فقد ولد بمكة وبقي فيها ثلاثا وخمسين سنة ليه ثلاثة وخمسين سنة أربعين سنة قبل البعثة وثلاثة عشر سنة قبل الهجرة ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها عشر سنين ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد الهجرة والعلماء ذكروا كما ذكر بعض علماء المالكية في مسألة احتفال الناس بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وليس الفرح في هذا اليوم بأولى من الحزن بأولى من الحزن في اليوم الذي يحتفلون فيه طيب الأمر الثالث معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله أربعون سنة كما قال أحد شعرائه وآتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان أي من الأمور المهمة في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة حياته النبوية وهي ثلاثة عشر أو ثلاثة ثلاثة وعشرون سنة الرابع بماذا كان نبيا ورسولا أي مبتدأ أمره عليه الصلاة والسلام فقد كان نبيا حين نزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات ثم كان رسولا حين نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر فقام صلى الله عليه وسلم فأنذر وقام بأمر الله عز وجل والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه وأمر بتبليغه والعمل به فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا الخامس من الأمور التي يجب معرفتها في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الخامسة بماذا أرسل ولماذا بماذا أرسل ولماذا فقد أرسل أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى ينال بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجو من عقابه وصخطه وفي ذلك أورد ابن كثير حديث الإمام أحمد في تفسير آخر آية من سورة لقمان أن رجلا من بني عامر استاذا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعالج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض خدمه أخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقول له فليقل السلام عليكم أأدخل قال فسمعته فقلت السلام عليكم أأدخل فأذن له فدخل فقال بما أتيتنا قال ما أتيتكم إلا بخير قال أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له وأن تدعوا اللات والعزة هذا موافق لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويدعو إلى التوحيد قال الشيخ ابن عثيمين أن ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وأولوهيته وأسمائه وصفاته وقوله تعالى يا أيها المدثر هو النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأنذر أن يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الآيات يعني كلام الشيخ قم فأنذر أن ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد فإن الشيخ ابن عثيمين وهذه من الفوائدة المهمة قال يأمر الله الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الآيات فلابد للإنسان أخوانا أن يقوم بجد ونشاط في هذه الدعوة أسوة بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي ذلك منه أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاستعانة به جل وعلا وأن يبذل الإنسان وسعه في التعلم وفي العمل بهذا العلم وفي دعوة الناس إلى هذا العلم وإلى أن يصبر الإنسان على ما يلاقيه من أذى خاصة إذا كنت في مجتمع يعج بالشرب وبالخرافة وبالضلالة فلابد للإنسان أن يعلم أن مقامه مقام الأنبياء والمرسلين من حيث الوظيفة شغلك ذا؟ شغل منه؟ شغل الأنبياء والمرسلين قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولن تكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقا حتى تقوم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد ونشاط من غير تلاعب بالدعوة ومن غير تحريف لهذه الدعوة ومن غير تلبيس على الناس ومن غير كتمان للحق ومن غير تثبيت لغيرك إذا كنت أنت كسلانا فلا تثبت غيرك بل تقوم في ذلك قومة لله وتستعين بالله وتشجع الناس وتحث الناس وتكون أنت في ذلك قدوة وأن لا تعتبر قيامك في هذا من ضياع الأوقات لأن الإنسان أخوانا قد بعض مرات يقص قلبه أو ياتيه من الأحوال ما ياتي بني آدم فيقول لماذا أنا أوضيع كل هذا الوقت وهذه فرصة إبليسية بل أنت ما فيه من 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 الجهاد ومن ومن المشي ومن القراءة ومن تعليم الناس وجواب أسئلة الناس والجوع وقلة المال ووالآخر كل هذا إن أخلصت لله سبحانه وتعالى ستراه من أعظم أعمالك ومن أعظم ما ترجوه عند الله عز وجل وكذلك كان السلف يوصي بعضهم بعضا أن يحتسب الدعوة إلى الله والكلام في أهل الضلال وبيان الحب من أعظم أعماله التي يرجوها عند الله كما أرسل أسد ابن موسى إلى أسد ابن الفرات أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد أي لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء غير التوحيد عشر سنين قال وبعد العشر عُرِج به إلى السماء عُرِج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقصة المعراج قصة طويلة ذكرها الشيخ وذكر فيها أحكاما كثيرة نحن إن شاء الله نقف إلى هذا الحد واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه يوم نعتبر إنه يوم كما يقال مفصلي في دعوة التوحيد في السودان وليس هذا لشخص من الأشخاص ولكن هذا لكل موحد في هذا البلد وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فنحن نقر بقلوبنا أن هذا من الله ونعترف بألسنتنا أن هذا الفضل من الله أولا وآخرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بمقتضى هذه النعمة أن نواصل في دعوة الله عز وجل وهو المحكمة والبلاغة الذي تقدم به محمد المنتصر لزيري ومعه خلفاء الطريقة القادرية تعالت أبو حراز و قالوا فيه أنه قد تمت إشانة سمعة هؤلاء الناس من قبل أخونا الشيخ الفاضل مزمل وأنه وسمه بداعية الشرك وداعية الضلال والإلحاد ودجال الفضاء الاخر وبفضل الله سبحانه وتعالى أولاً وآخرة من الله سبحانه وتعالى بإظهار الحق اليوم و كان الفصل في هذه القضية أن أخونا الشيخ مزمل متهم بهذه التهمة وهو بريء من هذه التهمة وهي تهمة إشانة السمعة وأنا لا أدري إنسان يدعو الناس إلى اعتقاد الكفر والاعتقاد أن غير الله سبحانه وتعالى يخلق ويرزق إلى غير ذلك مما يجهر به الصوفية في القنوات وفي الإذاعات كيف يعتبر يعتبر أن له سمعة أنا أتحير زلد عنده سمعة كيف زاته وما هو مغياس السمعة المهم الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أخزاهم وطلع اليوم الحكم بالبراء وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا والإنسان بعد هذه البراء والحكم وقدر الله سبحانه وتعالى هو خير للمؤمنين نحن الإنسان في بداية الأمر كره هذا الأمر ولكن هذه منحة في محنة فكان من عاقبة ذلك أن تكون هذه القضية أو هذا الحكم يعتبر سابق قضائي عند أهل القانون وأنها صارت كأنها مادة في بيقول لك مادة 130 قتل عمد ومادة كده وكده فالحكم في هذه القضية أن إن شاء الله سيكون كالمواد كالماد يعني يقاس عليه غيره فهذا فضل الله سبحانه وتعالى والآخرة وبين أيدينا إخواننا المشايخ إن شاء الله ما يسر الله سبحانه وتعالى أن يذكروه في هذا المقام نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب واردنا ترجمة نانسي قنقر